عايزين نشوف أنواع الأعمال فضل عشان نقدر نفهم همية الإيمان والأعمال في أعمال النموس ممكن تقرلنا عنها في غلطية 2.16 من فضلك دي أعمال النموس ده أول نوع من الأعمال بغلطية 2.16 إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال النموس بل بإيمان يسوع المسيح تمام الآية دي حاسمة جدا الإنسان لا يتبرر بأعمال النموس فلا يمكن أبدا أن أنا أتبرر قدام الله وأخذ حكم البراءة بأعمال النموس في نوع تاني اسمه أعمال الجسد دي في غلطية برضو أصحى 5 وعدد 19 ودي سلسلة من الأعمال السيئة جدا المروعة في آية 19 وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنة عهارة نجاسة دعارة عبادة الأوثان سحر عداوة خصام غيرة صخت تحزب شقاق بدعة حسد قتل سكر بطر وأمثال هذه التي أصبق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله دي أعمال الجسد ليه بقى؟ لأن أنا ميت بالزنوب والخطايا فالشخص الميت ده ما تقدرش تحطي له فيتامينات ونقل دم الشخص الميت ده محتاج حياة في الأول أكيد تمام؟ لو سبت جسدي أعمال الجسد دي هتطلع العفونة دي هتطلع السلسلة من الأعمال السيئة جدا 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 ففي ناس تقول لك لا أنا ما عنديش الحاجات الكبيرة بس بيتكلم عن الطمع بيتكلم عن الغضب بيتكلم عن الصخط فده كله موجود في أعمال الجسد فدي ما تنفعش في أعمال ميتة دي فبرانيين 9 عدد 14 من فضلك 9 عدد 14 فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي بالضبط كده ففي أعمال ميتة ودي ما تنفعش إنها ترضي الله فأعمال النموس وأعمال الجسد والأعمال الميتة ما تقدرش ترضي الله إمتى بقى الأعمال تكون ثمرة لما يكون في الإيمان لما يكون في الحياة لأن الإنسان الميت زي ما قلت ما يحتاجش فيتامينات الإنسان الميت يحتاج حياة وبعدين يطلع نتائج ترجمة نانسي قنقر